فقد ناقش محافظ المحافظة أبو بكر حسين سالم مع مدير عام الشباب والرياضة الكابتن أحمد صالح الراعي ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بتفعيل مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة واستعرض اللقاء ترميم بعض الأندية والملاعب الرياضية وتصور بشأن تنظيم عدد من الفعاليات في إطار خطة العام الحالي وأشار الراعي لأنه قد بدأ العمل التنفيذي في إعادة تأهيل ملعبي البيت بجعار وحسان بزنجبار وتسليمهما للمقاولين من قبل وزارة الشباب والرياضة وأكد المحافظة على أهمية إعطاء كل الرعاية والاهتمام بالشباب وتشجيعهم ورفع مآهاراتهم وإبداعاتهم في جميع الألعاب وزيادة برامج رفع الوعي الثقافي والاهتمام بالمواهب وإبداعات الشباب في مختلف المجالات